عوذ بالله السلام عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء ومرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا أجمعين قيل لحكيم ما العافية قال أن يمر بك اليوم بلا ذنب أنا أكلم أن أعود إن شاء الله عن موضوع التوزيع الإلكتروني قبل كده عرفنا عنوان الإلكترون في الظرة وقلنا أن العنوان دوت بيتحدد بأربع أعداد كم عدد كم الرئيسي عدد كم الثانوي عدد الكم المغناطيسي وعدد الكم المغزلي نرد بعض نعرف إزاي إحنا بنسكن الإلكترون في الظرة بناء على العنوان اللي معروف بوسطة أعداد الكم كقعدة أساسية الإلكترونات توزع في الظرة أو تملأ الأوربيتالات في الظرة بحيث تصبح الظرة أكثر استقراراً وتصبح أقل طاقة أقل طاقة وأكثر استقراراً هما الاثنين تقريباً معنا واحد يبقى تملأ الإلكترونات الأوربيتالات في الظرة أو توزع في الظرة بحيث تصبح الظرة أقل طاقة وأكثر استقراراً ولو نفتكر سواه اللي كان بيحدد لنا طاقة الأوربيتالات اللي في الظرة كان عددين من أعداد الكم عدد كم الرئيسي وقلنا أن مجموع الاثنين إن زائد إل دول اللي بيحددوا دولنا طاقة الأوربيتال وبالتالي طاقة الإلكترون اللي في الظرة كلما زادت طاقة الإن زائد الإل كلما يا آسف كلما زادت زادت قيمة أو مجموع الإن زائد الإل كلما زادت طاقة الأوربيتال ومعاها طاقة الإلكترون وهكذا يبقى دي القاعدة الأساسية لعملية التوزيع الإلكترون كل قواعد بنبنيها بحيث في النهاية نوصل لهذه القاعد بحيث نوصل إنه الظرة تصبح أقل طاقة وأكثر استقرار إيه هي با القواعد أول حاجة عندنا مبدأ البناء التصاعد أو الأفبو مبدأ البناء التصاعد بيقول لنا إنه تملأ الإلكترونات الأوربيتالات التي لها مجموعة N زائد L أقل فالأعلى فالأعلى يبقى الإلكترونات بتملأ الأوربيتالات اللي لها مجموعة N زائد L أقل ثم الأعلى ثم الأعلى طيب تعالوا كده نشوف مثال لو قلنا إنه عندنا 2S وعندنا 2P لو خدنا N زائد L الـ N هنا بتساوي 2 والـ L للـ S بتساوي 0 لو نفتكر مجموعة الـ 2 بيساوي 2 الـ 2P الـ N للـ 2P بتساوي 2 الـ L للـ P بتساوي 1 مجموعة الـ 2 بيساوي 3 إذن الإلكترونات هتملأ الـ 2S أولا الـ 2S أولا ثم بعد كده هتملأ الـ 2P ثانيا طيب تعالوا نشوف مثال تاني لو قلنا عندنا فورس وعندنا 3D فورس لها مجموعة N زائد L 4 زائد الـ S طبعا بصفر يبقى عندنا 4 عندنا بعد كده 3D الـ N لها 3 وده قيمة الـ L بتاعتها بتساوي 2 مجموعة الـ 2 هيساوي 5 هيساوي 5 إذن مجموعة الـ N زائد الـ L للـ 4S أقل من مجموعة الـ N زائد الـ L للـ 3D إذن هتملأ الإلكترونات أربطال الفورس أولا ثم تملأ بعد كده أربطالات للـ 3D ثانيا مع إنه عدد الكم الرئيسي للـ 4S أربعة بينما عدد الكم الرئيسي للـ 3D تلاتة يعني إيه؟ يعني الفورس دي موجودة في مستوى الطاقة الرابع والـ 3D في مستوى الطاقة هه؟ التالت ومع ذلك الفورس اتملت قبل 3D وده لإنه مجموعة الـ N زائد الـ L ليها أقل من الـ N زائد الـ L للـ 3D طيب إفرد إنه مجموعة الـ 2 طب إحنا نتكلم إنه فيه N زائد الـ L أقل من N زائد الـ L أو أعلى وهكده طب دي هنبدأ أو هنعرف نفرق ما بينها إفرد إنه الـ N زائد الـ L متساوي يعني لو قلنا مثلا عندنا الـ 3S 3S وعندنا الثالث يبقى أنا هملة للـ 2P أولا وبعد كده هروح هملة 3S ده لإنه الـ 2M وده نسويين في مجموعة N زائد الـ والـ 3S له عدد كامر رئيسي أو موجود في مستوى الطاقة الرئيسي الثالث بينما الـ 2P له عدد كامر رئيسي أقل وموجود في مستوى الطاقة التالي دي القاعدة الأولى في عملية التوزيع الإلكتروني القاعدة الثانية اللي هو مبدأ التنوع الشامل اللي هو مبدأ الاستبعاد لبولي مبدأ الاستبعاد لبولي بولي قبل كده قال لنا إنه لا يمكن لا يمكن أن تشغل الإلكترونات نفس الحالة الكومومية لا يمكن أن تشغل الإلكترونات نفس الحالة الكومومية يعني إيه يعني الإلكترونات عمرها ما هيكون لها نفس أعداد الكام N و L و M sub L و M sub S طيب اللي هي برضو لها معنى إنه لا يتسع لا يتسع أي أوربيتال لأكتر من اتنين إلكترون أقصى عدد من الإلكترونات يوجد في أوربيتال هو اتنين إلكترون طيب أديت كنا نفروض قولها الأول إنه لا يتسع أي أوربيتال لا يتسع أي أوربيتال لأكتر من اتنين إلكترون يعني لو فيه أزد من الإلكترون زي ما احنا قلنا في ساعة لما كنا نتكلم على نظرية على نموذج لعالم بور وقلنا إنه باولي قال لو فيه إلكترون زايد هنبني له دور زيادة فوق في العمارة وبالتالي ده هيدينه خاصية التنوى يبقى لا يتسع أي أوربيتال لأكتر من إثنين الإلكترون ده مبدأ الاستبعاد لباولي بس خد بالك لإثنين الإلكترون دول في نفس الأوربيتال ومع ذلك ليس لهم نفس الحالة الكمومية يعني ما لهمش نفس أعداد الكام ما لهمش نفس أعداد الكام طيب وضحني الكلام ده أقول لك إحنا هنرمز للأوربيتال بالخط الأفقي دوت آدي أوربيتال وآدي كمان أوربيتال هنرمز للأوربيتال بالخط الأفقي لهو دوت والإلكترون هنعمله بسهم رأسي هنرمزله بسهم رأسي ده إلكترون موجود في أوربيتال وده إلكترون موجود في أوربيتال مزدوج حاجة اسمها مزدوج معه إلكترون تاني طيب لو في إلكترون تالت بقى لا ده إحنا بقى هنبنيله هنا مستوى طاقة بحيث إنه هو يخش معهم طبعا لو الأوربيتال ده كمان كمان مكتمل لو جيبه إلكترون إضافي هنبنيله مستوى طاقة زيادة في أوربيتالات عشان نعمله عملية توزيع إلكترون لكن نبص للأوربيتال دوت فيه إلكترون واحد إحنا هنسميه إلكترون منفرد إلكترون منفرد الأوربيتال دوت فيه إتنين إلكترون موجودين مع بعض هنسميهم إتنين إلكترون مزدوجين مزدوجين يعني إيه الإتنين إلكترون مزدوجين دول؟ يعني لهم مغزى العكس بعض أن كل واحد فيهم بيلف حول محوره في اتجاه معاكس يعني لو قادي الاتنين إلكترون وهمت وقادي المحور بتاع الإلكترون ده وقادي المحور بتاع الإلكترون دوت لو إلكترون دوت بيلف اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة